وكأنها لعنة الأحزاب أو الديمقراطية الوافدة بنسختها الأمريكية التي عدل عليها إيرانياً حلت على العراق فأحالته أنموذجاً للفساد والفوضى تضرب به الأمثال لن تطل استراحة الأحزاب من معركتها مع ثورة تشرين حتى بدأت حرباً أخرى عرفها العراقيون جيداً قبل كل انتخابات تنزف شوارع المحافظات العراقية دماً على وقع تنافس حزبي وميليشيوي يسبق يوم الاقتراع بكثير أولى صفحات الصراع السياسي بدأه نور المالكي زعيم حزب الدعوة حينما هاجم مقتدى الصدر وأنصاره فقال إنه لن يسمح لما سماها بالبطة بأن تروع الناس مجدداً في إشارة إلى ميليشيا جيش المهدي التي عرفت باستخدام هذه العربات أثناء عمليات الخطف والقتل الطائفي قبل أن يصطدم معها المالكي عام 2008 المالك الداعي لانتخابات بعيدة عن سطوة السلاح صار محط سخرية وتندر لسيما أنه المتهم الأول بإذكاء الطائفية في البلاد وتمكين الميليشيات المسلحة فضلاً عن ارتباطه الوثيق بزعماء ميليشيات وعصابات أمثال قيس الخزعلي وأكرم الكعبي وغيرهم حديث المالكي عن نزهة الانتخابات ومن سماهم بالخارجين عن القانون قوبل بتهديد من التيار الصدري أكد فيه صالح العراق المقرب من الصدر أن البطة هي الحل الوحيد للتعامل مع الفاسدين الذين باعوا ثلث العراق لداعش يعني بذلك المالكي المتهم بسقوط الموصل ومدن أخرى في يد التنظيم عام 2014 ثم عاد العراقي ليتراجع قليلاً بقوله أن أساليب الخطف والقتل ليست من أخلاق التيار الصدري لعل أمهات الشهداء في الناصرية والنجف بمقدورهن الرد على هذه الانتعاءات حيث شهدت المحافظتان مجازر نفذتها ميليشيات الصدر تناقض المتصارعين مع الذي يتحدثون به أمراً بات لا يخفى على الشارع العراقي الذي يدرك بأن محارب الفساد يمتلك الحصة الأكبر في الوزارات والمؤسسات والمالك الداعي إلى المدنية والسيادة هو راعي الميليشيات الأول وعراب تبعية العراق لإيران فلمن يسوق هؤلاء خطاباتهم المتناقضة؟